نعم طب هل مسألة الاستفاء هذه الهية ام هي ملكات نفسية لا 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 الاستفاء الرسل بالذات هو اختيار الهي اختيار رباني فيضع رب العباد بهذا الاستفاء هذه الملكات عند انبيائه ورسله ليوافقوا هذا الاستفاء يعني مش من صناعة البشر يعني سيدنا محمد مثلا لم يقوم نفسه لكي يكون نبيا في قبل الايام لا لا هو وضع فيه هذا الامر من بدايته يعني كان عنده ست سنوات وكانت كعبة تهدمت فكانوا الاطفال بفرصة ان يحملوا احجار يقولوا ما اعنهم وهو يتعثر في ثوبه فيقول فارفع ثوبي اضعوا على كتفي واضعوا الاحجار فرأيت من يلك فاحسست بمن يلك كتف يعني يكشف كده ساقه يعني احس ان حد لكزه يعني لكبه في نصر حديث اسطر نفسك فتعثرت طفلي وسمع ووقع من الخط فلما قمت سترت نفسي فلما بعث كان جريبي يذكره ويقول انا ان الله ارسلني انا اسطر يا الله هو صناع على عين الله الله استفاء هذا هو الاستفاء هذا هو الاستفاء حتى اليوم اللي قال صاحبه ان ان هو بعين ونكب عيوننا هو بعين الله سبحانه وتعالى منذ ولادنا يعني ليس للبشر دخل في تزدية انفسهم وفي تربية انفسهم لا لا للبشر دخل لا نكلم احنا عن خير البشر الرسل لا يقص عليهم لكن نحن كبشر يجب ان نزكي انفسنا نزكي مش نزكي يعني يعني نطهر انفسنا ونجتهد ونحاول ان نستعى ما يرضى لها يعني هذا يقضوني الى سؤال اخر مفاده بالقطع هناك صفات محددة واجب توافرها في الانبياء والرسل اطبعا بلا ما هي اول شيء الصدق الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس ليه لا في رسول كذب لا 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 يخذب ابدا ابدا لا يعرف الكذب ابدا سبحان الله طب احنا ما سؤل الرسول معذرة احنا ما سؤل الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت خريش اباح الدم وقبله قاطع الطريق فقال ممن الرجل قال من ماء وهو يعلم مغز السؤال لا 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 من ماء انا من ماء واجعلنا من الماء كل شيء حاجة فهو من ماء هو ما كذب بس السؤال على ذمة السائل بس ما هو ما حلفه احد ده هنا لما يكون حلف لما يكون قسم والذي يخليك تقسم يكون مسلم طب اه هذا ليس يعني اه يعني مثلا يقول ايه يا سيدنا الشيخ طب اقسم كده ان انت جئت الى مبنى التلفزيون اليوم اقول لك جئت وانا ما جئت الى التلفزيون انا ما جئت الى مكان اخر هذا كذا ولم تحلف لا انت بتحلفني والنياته على المحلف لا على المحلف يقول انا حلفت كده ان انا لا 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 روحك مجازا بروح بنفس لا يجول فالصدق اولك شيء يوم ان مات ابراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الشمس ايه خصوف تمام فغالوا لقد خزبت لان ابراهيم قددت كأن الشمس قد حزنت يعني ها فماذا قال صلى الله عليه وسلم عليه السلام ان الشمس والقمر ايتان ايتان من ايات الله لا ينخذبانها وكسبت لموت احد انما نقول ان الله ان لها رجعون تعليقا على هذا ان الامينة على وحي السماء امين على عقول الناس الله صادق نعم حتى ما مش ورد اعديها اعديها وما لو ان ابراهيم لما مات لا 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 هو معلم الصدق الصدق هذه الصفة الاولى طيب الفطانة الذكاء تجمع كون الانبياء لا يجب ان يكون ذكي كون الانبياء ذكاء خارق يعني ارقى مراقل عقل الانساني طب هل كان سيدنا موسى نحن نتناقش نتناقش كان سيدنا موسى ذكيا حينما وكز الرجل فقضى عليه لا هو سيدنا موسى رأى باطلا امامه رأى باطلا رأى رجل المستضعفا ما هو البني اسرائيل كان يعملوه في مصر بيشتغلوا سخرة يعني سخرة بني اسرائيل عبيد عبيد ولا وقالت عبيده باس عبيد من غير مجانا 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 يعني امرنا بالطعام والشراب يأكل ويشرب فقط عبيد يعمل سبحان الله سبحان الله فسيدنا موسى لمشاف واحد موسى وهم هكذا يعني لابد ان الذي سخرهم فراعين بصدق يعني هم يكذبون ولا يصدقون وكذا وكذا وهم لا ينحنون الا القوة هذه اخلاق يعني يبدو ان الذي كان وسخرهم بالفعل كان قوة باطشة انا ذا شكو وانا ما ان فرعون وهمان وقعون يعني سبحان الله كانوا خاطئي وجنودهم كانوا خاطئي سبحان الله فقضيت ان انا انت بتصخر من بلنجينسي مجانا وتشغلوا وبعدين كمان نازلت تضربوا في الشرع تضربوا في الشرع فالذي من سيعته على الذي من عدو فوقزه موسى هو واكزه لم يقتله هو ريح ايده عليه الواكز الواكز هو الضرب بخفة الضرب لا يفضي لا موت هو كان قوي سيدنا موسى سيد الله اكبر عليه فوقزه موسى فما كان من باب الدفاع عن الحق معذرة ان استطر الجانب هو كان الان بعث وكلف لا 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 كان عنده 30 سنة كان ما كان كلف أصلا قبل التكريب 10 سنوات سيأتي هذا في اسمت الانبياء نا شاء الله نعم سيأتي هذا في اسمت الانبياء نعم اذا الذكاء والفطار هذا لابد الذكاء والفطار الخلو من العيوب التركيبية لا يكونش فيه شيء يعني مثلا لا يكونش أعور لا يكونش فيه شيء يعني عنده شيء يعني نقص رجال لذي يكون كامل يقول سيدنا موسى كان في لسانه وقع على النار لا مش وقع على النار وكان في لسانه رتة رتة اللي هو الألثخ هذا عيبي يعني لا هذا كلام من العلماء هذا رأي ولكن قال هارون هو أفصح مني لسانا هذا كلام سيدنا موسى تمام أفصح في ايه 11 سنوات لا ينطقوا باللغة المصرية التي كان موجودا فيها وإنما ما يتكلم إلا بالعبرية أو باللغة التي كان فيها في مدين فلما أرسل نجل الرسول طب خلي هارون ده أصل نصريين ما شاء الله عليهم في تغيير اللغة واللهجة لقوة إلا بالله هذا يعني أنت في بعض هو قال هذه بعدما لبث في مدين عشر سنوات ومش فلنزل اللغته الأصلية هو مش ناسي يعني مش فصيح كهارون هو فصيح لكن هارون أفصح أفصح وهارون أصلا كان هادئ السمت هادئ الطب نعم فالهادئ دايما يخرج خريمات واضحة سيدنا موسى بطبيعته يعني عنده اندفاع لنصرة الحق هو طبيعته كيه طبيعته اندفاع لقوة الحق لنصرة الحق فبالتالي أن هارون هو أفصح مني لسان يعني ليس لعيب في سيدنا موسى لا 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 أنه كان يبين الكلام لا 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 هو نفس القضية كده كان يبين الكلام كان يبين الكلام سيدنا موسى طبع لا يتلابد بس هو الحسين وقال وهو صغير كانت أرشطة فرعون المثل فوقع لسانه على النار فأصابه يعني لسانه على النار كيف يعني ما برضو القصة إذا كان المتقول مش عارسيه يقول المستمع يعني عاقل سيدنا موسى لما كان الحسيني ينطق الراء غينا كان عنده رتة كده فيقول رتة ورثها عن عمه موسى ينطق الراء غينا موجود الآن بالعكس هذه من علامة الجمال صحيح ليست تعيد في النطق كما في اللغة الفرنسية الفرنسية فغير لا كان في نبي فيه عيب خلقي مثلا لا يجب ان نقول عيب خلقي لان الله ما خلق عيبا نقول ان مثلا عيب تركيبي في نقص ما لكن عيب خلقي لا الله لا يخلق عيبا فاردت ان اعيبه العيب ليس من الله انما منا نحن العيب الخلقي الله لا يخلق وان ولد مثلا اعوار لا نقول عيب خلقي تأدبا مع الله عز وجل لأن خلقه هكذا لحكمة يعدمها الله لمصلحة هو قد لا يفهمها ولكن قتل مصلحة لكن هو لو خير لاختار عوره لو خير فاهم الحقيقة قال ابن عطاء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنعين العطاء تفهم حقاق الأمور ليس فيهم عيب تركيبي قوة بدنية فيهم لا بد أن يكون لا يكون ضعيف للدنيا لأن قوة البدن تدل من ضمن قوة التحمل وما في تقريبا نبي أو رسول إلا وراع الغنم تقريبا الغنم عندما تراقبها وإن ابن الحضارة 2006 ميلادية عندما تكون متوتر حيستيصر بالسرعة والإشارة تغلق عليك وانت عندك موعد لنشرة الأخبار ولا موعد للقاء مش عبر برنامج الشيخ عصر متعصر تحصل لا لو رعيت الغنم أياما أو شهور ما يكون عندك هذه العصب وهذا وإذاك أنا أنصح كل الإدارات الكبيرة من وزراء إلى رؤساء ووزراء إلى يروح يروح الغنم الأول قبل ما يتوله عشان يصبره على الشعوب أقول لك شيء سبحان الله لو دمك قطيع من مئة نرجة وخروف واحدة تروح فجأة كده خطيئنا هشكت هشكت ليه تعود تروح هو بهدوء يمشي ناحيتها ويرجحها وعدين هي ماشي على تؤدى هو يمشي على تؤدى عصابه تهدأ صبر لكن نحن في عصر الصواريخ والسرعة وما نقول أصبحنا خلاص فأنا أنصح حقيقة يعني من دمن الدورات التدريبية يروح يروع الغنم وعدين يقعدوا عبر الرصاصة ملعى الغنم سيدنا محمد سيدنا موسى يعني حينما خرج من مصر ما رعى غنم رعاها أين رعاها أين دلعت من سن 30 سنة سن 40 سنة يرعى الغنم عشر سنوات ربع حياته في الدعم حينما خرج حينما خرج واجد بنتين هو سيدنا شعيب لا 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 سوف ناتي لهذا ليس سيدنا شعيب لما قال إني أريد أن أمكحك أحد أبنتين هتين على التأجراني ثمانية حينما أثنت عشرا فلما قضى موسى الأجل فلما قضى موسى الأجل للعشر سنوات دي كان يرعى الغنم هم عشر أم ثمانية بالمناسب سويد الرسول قال قضى أفضلهما وأحسنهما نعم لما سأل الأعرابي الرسول رسول الله أي الأجلين قضى يا رسول الله قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني فساد جبريل قال جبريل كنت موجود يا موسى أو جبريل يعرف كم قضى موسى عند الرجل الصالح ودي الإثبات عملي رجل الصالح مش شعي سبحان الله قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير الله وهو شاهد لأنه غير ما أذول له في الفتية سبحان الله إحنا ما شاء الله وغضين إذن من غير آذن إحنا وغضين إذن من غير آذن سبحان الله فقال قضى موسى أبر الأجلين وأطولهما وأنا قلت من قبل ربما في لقاء سبق أن لما عدنا إلى التاريخ الدستوري المصر القديم كانت عقوبة القاتل تسقط بعد مرور عشر سنوات سبحان الله فلما رحو مصر كانت عقوبة القاتل سقطت فقال فرعاو ذروني أقتل موسى يعني أقتل القصاص لا ذروني يعني ذروني أتركوني يعني ثم تقتل لا لأنه كان في قانون مانع يمنعه أنا ذلك كان عايز إيه كان عايز قانون استثنائي قانون طواري يعطل به القانون ويقوم بالقاتل أبدا ما أخذ يعني إذن حتى إذن حتى نقف عندي ثروني هو كأنه يستأذن وكأنه هناك مانع يمنعه من قتله لأن مهما كان في مجلس الله أعلم ولكن هو فرعون فرعون لكن رغم ذلك هو يقول ما يعجبه ويسرى ما يعجبه رغم ذلك في إدارة حاكمة أليس فرعون فوق القانون ده هو على على فوق الناس أنا ذلك لا هو الفراعين في العصر الحديث تقريبا غير فرعون إن فرعون على في الأرض والله فرعون هذا بالنسبة للفراعين الصغار الذين ظهروا على مر التاريخ سبحان الله وكانوا يستأذنوا من رعياته ذروني لأنه لا يقدر أن يقف أمام القانون أرحب الحل والعقد لأن القانون على الكل وهذا مثال أن هؤلاء حتى على فرعون كانوا وقفين عند قوانينها ديجول فرنسا نعم في سنة ستة وستين حصل أن عملوا اجتماعات كبيرة أن فرنسا بدت صورة الترهل والتأخر تظهر عليها فسأل سؤالين أنا أريد أن أسأل سؤال حال القضاء في فرنسا قالوا جيد قالوا حال التعليم العالي قالوا جيد إذن فرنسا في تقدم القضاء القضاء والتعليم العالي بركة الله فيكم تعال إلى صفة الصفة ما حاجة